أولون طيبين وكل جماهير النادي الأهل وأعضاء النادي الأهل بألف خير وصحة يا رب تجمعوا مع أهلنا في مدية نصر مع زاوي الاحتياجات الخاصة مع البالي مع لجنة المرأة مع أعضاء أهل مدية نصر يوم جميل من الآمن رمضانية الحلوة الأهلوية اللي كلنا حاسين إحنا عائلتنا وأهلنا مش حاجة غريبة الحمد لله حارسنا من أول ما بدأنا من أول ما المجلس نجح في الانتخابات إن إحنا نتناوب حضور اجتماعات مجلس الإدارة على فروع النادي فحصل أبريكيا في الشيخ زايد وحصل مطعم في أهل الجزيرة كتير وأهل المدية نصر يمكن دي تاني مرة برضو نعمل اجتماع هنا فالحمد لله بتضي طابع من الألفة وطابع النادي الأهل ده ملك الأعضاء وكلهم مفيش تفرقة بين أي مكان والتاني زي ما كنا بنقول أيام الانتخابات هو اسمه الأهل الموجود في منطقة مدية نصر والأهل الموجود في منطقة الشيخ زايد يعني منطق فروع بنقولها بس لتسمية لكن مش بنعلم فرع إنما كله النادي الأهل وكله أحباء النادي الأهل وأعضاءه اللي الحمد لله دايما بنحس بالألفة بتواجدنا ما بينهم وفيه اتصال دايما الحمد لله ويمكن الأعضاء نفسهم حاسين بكده يعني من أول ما بدأنا الحمد لله وفيه اتصال دايما بيننا وبينه سواء هو بيجي مناسبة أهل نحن بفطرنا معاهم لكن في العادل نحن متواجدين على طول في وسط الأعضاء